والله فرصة ذهبية للسيد السوداني أن يكون سوبرمان العراق ليس متحا له ولا تقربا منه وإنما نحن كشعب عراقي نتمنى أن يأتينا منقذ سياسي لهذه المرحلة الحارجة وعليه أن يهذب السلوك السياسي للأحزاب السياسية أن يغير من نهج المحاصصة ويفلتره من خلال اختيار قيادات وإدارات جديدة ما فعله في وزارة الداخلية وعض القيادات الأمنية نحن كمختصين نستبشر به خيرا ولكن يجب أن يرافق هذا التغيير الإداري للشخص تغيير في منظومة العمل في الجوازات مثلا العمل في المرور مثلا هذا لأن تغيير الأشخاص لا يغنينا عن تغيير النهج بالعمل نستبشر منه خيرا ما وردنا من إشارات يجعلنا في خانة الترقب والانتظار ليس بنية استياد الأخطاء وإنما بالتفاؤل عسى أن ينجح بما فشل به من سبقه لأننا لسنا أعداء كسياسيين وإنما نتمنى الخير لبلدنا على يد من يأتي هذا الخير نتمنى أن يأتي على يد السيد السوداني في المرحلة القادمة وحتى نبين حسن نيتنا اتجاه هذا الرجل نتمنى له النجاح بإذنه ولكن أكون لحظة مهمة هناك فشل وعجز تام للبرلمان الحالي هناك فشل وعجز تام للبرلمان الحالي من يوم تشكيلي حكومة ولحد الآن إذا وضعنا البرلمان العراقي بـ 45 يوم بالميزان فإن ميزانه صفر ترجمة نانسي قنقر